اذا سيدتي وسادتي السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ايناس بوبكري اذا اليوم نحن في استضافة سي هشام الصابري وهو مقاول ذاتي في مجال الانيماسيون السي هشام السلام عليكم السلام عليكم هشام الصابري طالب جامعي ومقاول ذاتي في مجال الانيماسيون كيف اش درتي دخلتي لهذا المجال الانيماسيون في صيغة المقاول ذاتي قبل ما نكون مقاول ذاتي كنت ساعتا الخدمت انا في مجال الانيماسيون مع اناس يخدموا بيا كي بيت نقول لم أكن مرتاح في القادية التي تجعلناها فالحمد لله أنني قلت أنني أستطيع أن نعتمد على الرأسي وأنني أتعلم على ذلك شيء يتعلم على العصير في ذلك المجال فأشك النفس وحدي يتحكم بنا بشركة وحدي شراكة يضرب بنا واحد نار كامل وفي الأخر أعطيك واحد المصرف الذي هو فتحسب به ماشي ذلك شيء يتعلم فقلت على أشتنا من عذل شراسي والحمد لله رقيت صدفة أنك تقدر أن نعذل الرأسي بالموقاول التاشي وتقدر أن تتعطي كثيرا في الحقيقة فالشيء الذي أنت فيها وحبه ولكن ينرسك أي ذلك المعارف الذي كانت تدخلهم وتقدر أن تدخلهم ينرسك والحمد لله بذلك المعارف الذي كنا نجره في هذه الموقات لذلك نأخذ التامن عند الناس لذلك نأخذ التامن عند ذلك ومستفدنا ونجدنا ذلك الكليا ونجدنا الموقاول التاشي والحمد لله رقيت صدفة سبب الله كيف حصلت هذا المجال للإنماسي يعني شنو هي الصعاب اللي فيه شنو هي نقاط القوة اللي فيه هو ما شاء الله نمو بصفة عامة كيتامد على نشاط وش فيك الداخل ونما فيك إنما فيكش النشاط الداخلي يعني ما تقدرش تعطيك يعني بغزيز بولنا تكون نشيط نشيط كنتم أنت نشيط من الداخل يعني تيتامد على واحد الحاجة اللي تقدر تكون عندك ويراتية أو لا تقدر تكتسبها من الصغور جيالك أي بحال ده بعتد عندك مع واحد لما جاء لجاء الكوميديا أو عندك مع واحد لما جاء لجاء نشيط نشيط من الداخل أو لا تتحكم أو لا فهذا كيزيد لك واحد الحافيذ اللي تقدر توقف به كتام الجومور جيالك يكون قدر يكون نجومور من الأطفال وقدر يكون نجومور من الناس الكبار بعض المرات اللي تنعتمدوا لتنعتمدوا مني تنمشيوا لحفلة مدراسية بخصوص لحفلة مدراسية مني تنمشيوا لمثالت فأنا مبقيش نتنشط الاطفال الصغار لأن الاطفال الصغار عندهم الأساسية جيلتهم لده بإدخوة الأخيرة العام تنشيط هذه العائلة اللي جوا هؤلاء الأمهات والأباء الذين قلتهم لأطفالهم هؤلاء الأمهات الذين يتمدعون لهم فقط ننشطهم نحن كمنشطين تنشطق الفئات العمرية كلها هنا الفئة المستهدفة عندك مختلفة فيها نساء فيها رجال تقدر تمشي الانيفيرسار تقدر فيها الانيماسيون خصوصا لك أنت في الانيماتور ميكرو بالخصوص تحتمت فيهم كاملين يجي لك صغير تنشط معها كبير تنشط معها كبير ترطل العقل ديالو في ذلك العمر اللي بيت تتحكم اليوم بالعمر اللي بيت كانيماتور كانت تحكم اليوم بالعمر اللي بيت عندي واحد سيدة كبيرة مثلا عندي واحد سيدة كبيرة وبدأت لعدنا يا واحد اللعبة فوصل الصين فما غاديش تجيو تنوضة وتقول لها أجيبيت لعب معاك وعد لعبك هنا لأنها هي راي قلت ما أولادها قلت ما قلت ما عائلتا يعني كنت تكون تعارف كيت ترتطب تطلع العقل ديالو لها ذاك المستوى اللي بيت انت يباش تطلع يعني الانيماتور كيكون بحدثوا يعني كي يخد بعين الأسبة لبسيكولوجي يعني لبسيكولوجي جال الحضور اللي كينين معك الحساب الحضور اللي كينين معك طلعا كيفش كدرت الغلاك لكينين طلعا كيفش كدرت بحثة على زبناء جودة نبني عليها القصة من الأول عندك ما تعطي سيأتي الكليان تأتي مع مرور الزمن ما عندك ما غير شيء هناك يفهمتك اللي من على قانون الجهد المهضور ايه الجهد المهضور اللي دوين عليهم وهناك صحة وهناك تأم تريمي لك كارت فيزيت ديالك و تفرقهم على زبناء محساملين نفرقهم في المداريس قبل ما يكونوا دخول مدرسي قبل ما تكون الحفلة جاء المدرسة في وقتها على القرايا نفرقهم أو نفرقهم بحلق يعني دوك الوطيلات الكبارتة و ما تتفرقها فيهم وتتشوف ظهرك فاشكين و لا تيجي تسترلك يعني في الحركة بركة وانا نعينك وكسع تزمد على تسويق الإلكتروني يعني عندك فلاب بارش ديالك ضروري بيكون عندك واحد نسباتي يكون عندك تسويق الإلكتروني ضروري ما يكون فيما كتدرشي أنيماشيون كتدش فيديو كتخليها مرحبا على احداثورها فيديوك لا ما Beritta فالمقاويين الجديد يملك على زيباناء جدود ما تقولون مرحبا على الزيباناء جدود بوشا اوغي يعني إشهار شكرا ما هم الأخطاء اللي درسيهم في الأول في بداية الكاريير ديالك كأنيماتر واللي تنصحها بشباب اللي يشوفونه باش ميديروش نفس الأخطاء الأخطاء هو أنني تنقلب على الناس اللي ينخدم عندهم فهذاك هو الخطأ الكبير أنهم تدبروا عندنا واحد نار كامل تحس برافك أنك تتزمروا واحد نار كامل ومتدخدش واحد حاجة لك تستحقه أن ذاك شي كتستحقه أنت يأخذوا واحد أخر اللي كتشوفه واي قلف مثلا تيجب لك مدارس أو لا ما تيجي رواله يبقاله تيجي بمدارس وتعيط لك التانتايا وتتحس برافك بحل أنت يعني أنت ما ديرش ما أعطتني واحد حاجة لكتر من يعني هنا يا ساكيسيون يعني ديال عقلية عقلية يعني أنت يعني هنا ما كنقولوش حاجة حسن من حاجة حقاش كل بروفيل وكدير ولكن هنا ينتح سيسي برافك أنتك عقلية مقاولاتية لذلك قررت أنك تدير المقاولة ديالك الحمد لله هذا الشيء اللي قدرت وحنا غادي إن شاء الله ونتمنى كيف تدير المقاولة ديالك؟ أعتمد على الأرض كدير أهم حاجة وما ما تحسش وشيء واحد يتحكم فيك أي وقية تبغيتي أنت أنا أدور لك شيء كليا مثلا أنت أدور لك نيشا لما ما قد يجي عن طريق شيء واحد بحالتي يتدور لك في يقول لك أشخدم عندي يعني هذا تتولي واحد بينك وبين الكليا علاقة مباشرة مباشرة بينك وبين الكليا دابا عندك لفاكتور اللي طلب لك لفاكتور كتصيب له لفاكتور الكاشي كل شيء كل شيء الحمد لله لا تتحكم لك كل شيء مهيكل جميل ما هي نصيحتك للشباب اللي كيتفرش فينا دابا واللي بغى يهيك لراسه بغى يواللي قانوني ولا ربما بغى يدخل هاد المجال ديالانيماسيو أم حاجة يعتمد على الراسه ايتي ماذا لا حاجة على الراسه وشيق فراسه في أي مجال كيم ما كانت لكورا كيم ما كانت كيم ما كانت المجال كيم تعتمد على الراسك مدبقاش مقيد بواحدة بواحد الحاجة اللي بواحد كي بينا نقوله بحلوة السنسلة تحس بها غليظة شاهدتك بواحد ما تقدرش تخرج في واحد لوكيتاء ما تقدرش تخرج في واحد لوكيتاء هناك انتك شي حاجة ما تقدرش تخرجيها اللهم ما تكون حور كي نقوله الطائر الحور ما كان محسن منه شكرا سيدي شكرا سيدي موليا بجميع التورقين ساء الله وان شاء الله غاجين كونوا في متناول ونمرة جيلتكينة في صندوق الوصف وجيموا أبونا شكرا